بسم الله الرحمن الرحيم. آآ سنة رابعة كل سنة متوطائبين. آآ ان شاء الله الفيديوهات اللي انا حدها لكم دي هتجيب لك من الاخر في القوضة وهتخش تخلص الامتحان بها اللي مجهود. بس آآ من غير كتر الكلام التابع اللي انا هقول لك عليه من الفيديو ده لحد اللجنة ان شاء الله. آآ اولا انا هقسم لك المنهج بتاعك. تلات اجزاء. خلاص عشان نحسم الاسئلة. الجزء الاول بتاع دكتور تامر ده موجود في بارت فايف كاملا قبل الميتر. وده انا هنزله اتنين فيديو جودات من الاول. لان اللي كنا مصورينه في نادي النصر الكواليتي بتاعته وحشا فحنعيد الجزء ده من الاول. الجزء ده جزء متقلف كمنهج. مالوش تيست بنك محدد نقدر نجيب لك منه اسئلة. وبناء عليه انت عارف امتحنات دكتور تامر. كلها متقلفة. فاللي بيحل اللي امتحنات على دكتور تامر اللي مزاكر كويس الجزء. انا لو اعدت اقلف اسئلة مش هتطلع هي هي. لو اعدنا جبنا تيست بنكات مش هتطلع هي هي. لو عصرنا كتب العالم كله مش تطلع هي هي. المنفذ الوحيد ليك في منهج دكتور تامر انك تذاكر البرت كويس معايا. واقول لك تحفظي وتسيب ايه. تخش الامتحاد. زي ما الدكتور يقلف هتعرف تحل. شكرا بتقود شقول لي وفيش اسئلة على الجزء ده. لا مفيش اسئلة على الجزء ده. خلاص? الجزء التاني. بتاع دكتورة صفاء اللي انا حبدأ به في الفيديو ده. هينزله اتنين فيديو وده في البرت اللي انا نزلته مبارح. اللي هو بارت المراجعة. خلاص? اللي يعتبر البرت الاولاني من المراجعة. فيه الشرح كله وفيه الاسئلة بتاعت التست بنك بتاعته هنخلصه في اتنين فيديو ده واللي جاي. وتعمل اللي بقول لك عليه بالزبط وتذكر اللي بقول لك عليه بالزبط في الجزء ده. خلاص? الجزء التالت ان شاء الله اللي هينزل كورق بكرة وفيديوهات من بكرة. بتاع دكتور محمود. ان شاء الله هينزلك بشكل مبسط لان الجزء ده فيه شغل كتير جدا. بإذن الله بإذن الله بإذن الله انا هحاول ان هو ينزل في تلات فيديوهات. خلاص? آآ الاودت مادة مسهلة. انما لو مشيت باللي انا هقول لك عليه ده مش هتبزل مجهود. لو مش تعمل اللي انا بقول لك عليه هتدخل اللجنة تاخد على قفاك وتطلق. اتفقنا? طيب. آآ قبل ما ابدأ في شرح الجزء اللي انا حبدأ فيه دلوقتي بتاع دكتورة صفاء. انا بس عايز افكر ما عليك بحاجة. آآ المنهج بتاعك اصلا كله كله كان مبني من قبل الميتر على حاجة اسمها اكسبيكتيشن جاب. والاكسبيكتيشن جاب دي او فجوة التوقعات هي بتمثل الفرق بين عدد الخدمات الديماندد باي يوزرز اللي عايزينه المجتمع. وعدد الخدمات السابلايت باي مكاتب المراجعة. فكان بيبع عندنا فجوة. ليها اسباب وليها حاجات كتير. من السي بي اي فيرم او مكاتب المراجعة تقدر تقدمها. ندخل مباشرة في جزء دكتورة صفاء عشان ما نضيعها شواء. دكتورة صفاء طلبة منك انك تعرف خدمتين من الخدمات دول. خدمة اسمها ويب تراست وخدمة اسمها سيستراست. قبل ما اقول لك ايه هما الخدمتين دول لازم تبقى عارف حاجة. جميع الخدمات اللي بيقدمها مكتب المراجعة بتندرك تحت لفظ كبير جدا اسمه الاشورانس. والاشورانس دي تعتبر خدمات الفحص والتأكيد. والاشورانس دي لها كاكتيجوريس كتيرة جدا. احنا تحت كلمة كبيرة جدا اسمها الاشورانس سيرفز. اللي منها الاودت واللي منها الاتستيشن واللي منها انواع كتير جدا هندرسها مع بعض. عشان كده النهاردة ما كاتب المراجعة مش اسمها سي بي ايه فرم او اودت فرم انها اسمها اشورانس فرم. نشوف دكتورة صفاء محتاجة مننا ايه في خدمتين من الاشورانس دول. هتفتح معي الورق دلوقتي اللي نزلناه مبارح اللي هو بارت تو واللي اقول لك عليه تزاكره تزاكره وانت ساكد كده ركز في اللي حقول لك عليه. اولا الامتحان ان شاء الله بنسبة كبيرة جدا او معروف ان هو هيجيلك صحة وغلط ومالتبل تشويسز. طب انت ايه الدكتورة صفاء انا هتسألك فيه الدكتورة صفاء انا بتحب العناوين قوي وبتحب سام ديفنيشنز المبسطة. فاي بدأت المنهج بتاعها انا يعني اعدتلك تصبيته اعرف الاتي. ايه هي خدمات الاشورانس اللي بتقدمها مكاتب المراجعة او تعريف الاشورانس. انجيشمنت يعني عملية. ان انجيشمنت عملية. اللي بيها البركتيشنر. عارف مين هو البركتيشنر. دايما كلمة براكتيشنر انا بقصد بها السي بي اي فيرم اللي هو المكتب. بلا السي بي اي فيرم. اول حزم حسن. اللي هو الاوديتور. اتفقنا. ايمس تو اوبتين صفاشن تابروبريت افنانس. طبعا القاعدة واضحة في اي فحص لازم ادلة. ان اردر تو اكسبريس ايه كونكلوجن. انه ادي رأي. تو انهانس درجة الكونفيدنس الثقة بتاعة اليوزرز. اذر زين ذا ريسبونسيبول بارتي. زي الاوديت كده. ما هو الاوديت انت كنت بتروح تدي رأي عشان تحط ثقة الملاك في كلام المانجمنت. الطرف التالت المسؤول اللي هو المانجمنت. لكن احنا هنا احنا نتكلم اباوت سابجيكت ماتر حاجات كتيرة جدا مش شرط الفاينينشال ستيتمنت زي الاوديت. التعريف التاني انت كنت واخدينه التلم الاول في الاوديت. ايه هو تعريف الاشورانس? طبعا لازم الاستقلال عشان تدي رأيي في الفحص سليم. اللي بيها بنضيف جودة للمعلومة للناس اللي عايز تاخد قرار. يبقى انت تعرف تعريف الاشورانس الاساسي ايه? عشان لو جالك في الصحة والغلط او في الاختيارات. الدكتورة قسمت الاشورانس هنا لاربعة كاتيجريز. وكل كاتيجري منهم ليه انواع تحت. اعرف لي كل واحد من دول معنى ايه? تاني يعني كل واحد من دول معنى ايه? مهم جدا انك تعرف. اشهر انواع الاشورانس خدمات اسمها الاتستيشن اللي هي التصديقات. التصديقات دي انا مكتب المراجعة مش انا الاوديتور اللي بعملها. ممكن اجيب خبير في مجالات مختلفة في الاي تي في حاجات كتيرة جدا. وابعت حد مش انا حزم حسن اللي بروح مش الاوديت. حد تاني بوس كده. حاجات معينة. اجنست الكريتيريا بتاعت اعدادات حققت اولى. دي اسمها الاتستيشن خدمات التصديق. في نوع تاني اسمه دايريكت انجيجمنت. عارف ايها دايريكت انجيجمنت? اشهر دايريكت انجيجمنت هي الاوديت. اللي بيروح بها البراكتشنر بنفسه اللي هو الاوديتور بنفسه. لان في الاساس هذا مكتب اوديت مراجعة. يبقى الفرق في تعريفات الدكتورة بين هنا وهنا ان الاتستيشن بيروح فيها حد غير حزم حسن خبير. انما الدايريكت انجيجمنت البراكتشنر نفسه الاوديتور نفسه هو اللي بيعمل ميجر او ايفاليويت السابجيكت ماتر اللي هي عادة الفاينينشل ستيتنس. في بعض الانواع الاخرى من الاسشورانس انجيجمنت هتعدي علينا في منهج دكتور محمود كمان. ريزنابل اسشورانس انجيجمنت وليمتد اسشورانس انجيجمنت على فكرة الكلمتين دول احنا مكنش رفض نحطهم كأنواع. لان فيه أنواع كتيرة جدا من الاتستيشن وأنواع كتيرة جدا من الدايريكت انجيجمنت انت يبتدي فيها ريزنابل اسشورانس يبتدي لمتد اسشورانس. فانت عشان ما تطلق باتش. الاتستيشن اعرف ان فكرتها ان شخص غير البركتيشنر اللي بيروح يقيم خبير. الدايريكت انجيجمنت صاحب المكتب او الاوديتور بنفس هو اللي بيقيم. المفروض هو يا بيدي ريزنابل اسشورانس يا بيدي لمتد اسشورانس. الريزنابل اسشورانس احنا من الترم الاول كنا بنسميه بوزوتف اسشورانس ان انت بتقول ازا كانت الحاجة يا حلوة يا وحشة. يعني هنا بتدي اكسبريس الاوبينيوم بتاعك in positive form. بوزوتف مش معناها حاجة حلوة لا. positive يعني انت ايجابي. يعني يا بتقبل يا بترفض. انما limited assurance دي حاجة شبه ال review لو تفتكره المراجعات المصغرة. ان انت بتدي حاجة اسمها negative assurance. ان انت بتقول ليه? انا ما شفتش حاجة وحشة. لكن ما بتأكدش ان الحاجة سليمة او مسليمة. لانها بتتعمل ب evidence قليل شوية. اعرف معنا الاربعة دول وكل واحد معنا ايه? خلاص? الفوكس بتاع الدكتورة على attestation. وبالذات على نوعين من ال attestation. طب ايه هو تعريف ال attestation اللي الدكتورة عايزاه? نوع من ال assurance service. اللي بيه cpa firm. طبعا من خلال خبير. بيدي report about reliability of an assertion. ادعاء معين. عمله طرف تالت. طبيعي طبيعي ان ال attestation من الترم الاول فيها تلات اطراف. المانشمنت مثلا اللي عامل الحاجة. الاوديتور هنا بقصد بيه الخبير او مكتب المراجعة. ال intented user اللي هو الملاك او الشعب اللي عايزين يتأكده من صحة المعلومات. ال attestation اللي الدكتورة هتشتغل عليها على شغل ال IT اشهرهم. حاجة اسمها ال web trust او حاجة اسمها assist trust. طيب. اه المعلومة اللي جاي دي very important. هتدي لك في الامتحان. كل attestation service تعتبر assurance طبعا. لانها مشتقة من العنوان الكبير. لكن not vice versa. مش كل assurance يعتبر attestation. لان ال assurance ليه انواع كتير زي ما انا قلت له. نسمي الله. يلا بينا. ايه هي اول خدمة يا دكتورة حضرتك عايزاها? حاجة اسمها ال web trust. هحكي لك قصة صغيرة جدا ونشوف العنوان اللي الدكتورة عايزاها اللي انا كمان اختصرت لك منهم عنوان. دخلت وما كانوا سبعة انا اختصرتهم لك خلتهم لك ست. ال web trust ببساطة تسمع عن حاجة زي amazon او su.com. الwebsites دي بتاعت شركات. الشركات دي بتعمل online transaction بالwebsite ده. بيسموها internet commerce. خلاص? احنا مطلوب مننا كمكاتب مراجعة ان احنا نبعت واحد خبير في ال IT. يعتمد هذا الwebsite. ويحط عليه حاجة اسمها سيل. سيل يعني زي label كده او شعار او ختم على الwebsite. يبقى مكتوب فيه ان هذا الwebsite secured ومؤمن والprivacy فيه سليمة والconfidentiality سليمة. ومراقب ومراجع من قبل مكتب حازم حسن. مثلا للassurance. فاحنا بيتطلب مننا ان احنا نروح نأكد ان الwebsite ده secured وامن عشان كل الشعب يبدأ يعمل ال online transaction فيه. ده اسمه web trust. عشان تذاكر الweb trust احنا عايزين منك ستة حاجات. انا قسمتهم لك موضوع موضوع ايه اللي يتقرى وايه اللي تعرفه بالزبط. يلا بينا اول حاجة. عنوان نظري. the need for web trust assurance. ايه اللي خلى فيه احتياج ليه هذا الموضوع? طبعا زيادة ال individual confidence احنا عشان نصك في الwebsite ما انت ساعات بتخاف تحط رقم الفيزا بتاعك في اي ويب سايت صح والغلط? في ال online transaction اللي بيسموه الانترنت كوميرس. ده الهدف الرئيسي من وجود الweb trust. وانشور ان البروتيكشن بيتم للبيانات الشخصية بتاعة العملاء. فكك معلومة عادية. رقم اتنين. تحفظ ده صم. الاوديتور بيفحص او مكتب المراجعة بيفحص او بيعمل تست تبقى لحاكتين. يا اما الامريكان انستيتيوتوف سيرتيفايد بوبليك اكاونتن. يا اما الكنيديان انستيتيوت وف سيرتيفايد اكاونتن. يعني في حاكتين تقدر نشتغل بيهم. يعني ارمت. يعني الطبات مش نوت مت. يعني لقيتها سليمة. الشركة بيتحطي لها ويب تراست لوجو. مهم اوي الكلام ده. على الويب سايت بتاعها. بيسموه الويب تراست سيل. سيل. اللي هو ليبل بيبقى مكتوب من تاعها. احفظ ده. السيل ده فالد فور وان يير. يعني ان انا بقى اعتمد الويب سايت لايه? سنة. في تسعين يوم جريس بريود. فترة سماح. بحيس ان انا اروح افحص تاني واعمل اتشيك تاني عشان عمل لهم بس الدكتورة لما تسألك الويب سايت سيل او لوجو او لا اتناشر شهر. خلاص? اتناشر شهر. تحفظ ده. طب يلا بينا العنوان التاني. يعني ايه ويب تراست? ليه هي خدمات تصديق? ليه? مين التلات اطراف اللي فيها? بسم الله. ايه ده? ده نفس تعريف الاودت. اه بس على ويب سايت. نجمع افيدنس. in respect of certain assertion. ايوة ادعاءات الادارة. about entity. ايوة ويب سايت. مش financial statements. to ascertain the degree of correspondence. التوافق بين ادعاءات الادارة. ان هذا الويب سايت سليم. وبين الاستراستي كريتيريا. ايه ده? يعني مش انت كنت في الاودت بتقارن بالجاب? اه دي المعايير. هنا بقى ايه الكريتيريا اللي انت لو لقيتها? تقول ان الويب سايت سليم. هنشوفها مع بعض دلوقتي. and report result. التقرير اللي انت بتكتبه. مصحوبا بسيل الشعار اللي انت بتحطه على الويب سايت. هنشوفه مع بعض دلوقتي. especially the management and the website visitor. اليوزرز اللي عايزين اللي اعتمد دل management عشان يثبت برقته. والvisitors اللي من غيرهم مفيش transactions حتم. thus it has three parties. اللي بنقصد بهم الفيزتور بتوع الويب سايت. الاوديتور اللي هو احنا مكتب المراجعة او الخبير. المانجمنت المسؤول عن الويب سايت. disclose its commitment. الملتزم بان هو يطبق الكريتيريا اللي انا انا حفحص اذا كانت موجودة ولا لا. especially احفظ دي some. عشان لو قالت لك مين اهم حاجة في الويب تراست من المعايير. قل لها البرايفيسي. خلاص البرايفيسي بتاعت بيانات ال personal data بتاعت الناس. تحفظ دي. الحمد لله خلصنا نقطتين من الستة. النقطة الجاية. بسم الله ثلاثتين ربع الاسئلة هيجي لك فيها. the trust service principle. بص حبيبي. انا بدخل الشرك. عشان اتأكد ان الويب سايت ده سليم. لازم اتأكد ان فيه خمس مبادئ. خمسة. يبقى فيه حاجة اسمها الفايف ايه? principle. كل principle من دول لازم يطبق تسعة كريتيريا جواه. يا ناراب يد. لأ تاني تاني عشان دماغة حكسيح. بص. الويب سايت ده عشان يبقى سليم. يبقى الشركة منفزة خمس principles. خمس مبادئ. طب المبدأ الواحد منهم عشان يتحقق فعلا. الشركة لازم تبقى منجحها بتسعة كريتيريا. تسع معايير ينجعوا البرينسبال المبدأ. طب انا هتسأل فين? يلا بيننا. the trust service principle. حفظ سم يعني ايه البرينسبال المبادئ. represent الاتريبيوت الخصائص بتاعت السيستم. that support the achievement of management objective. ايه ده? ايوا ما دول الخمس. عمدان اساس اللي هيتبنى عليهم الويب سايت ده. اللي هيتحقق بيهم هدف المانجمنت انه يبقى ويب سايت سليم عشان ينجح ويبيع بيه. for each of the principle there are detailed the criteria's. دا كانوا 17 كمان. that serve as a pinch mark. هما دول اللي انا كاوديتور بقارن بيهم. اذا كانت هذه المعايير تحققت لكل مبدأ من الخمسة. هقول ان الويب سايت سليم. to انت اول معلومة دي تعرفها عشان الصح والغلط. وكل الكريتيريا زي اللي هتحقق ال principle. شايف الحتة اللي جاء دي كلها? اللي متحان هيجي لك هنا بالهبى لأسئلة. ايه هما ال principle? اول حاجة. لازم الويب سايت يبقى فيه security للمتعاملين. احفظ معنى security. information المعلومات والsystem are protected against unauthorized access. لا يتعرض للاختراق. وunauthorized disclosure of information. ان المعلومات اللي فيه تتعرض للسرقة. خد بالك دي مش confidentiality. دي security. نوا يبقى مؤمن. يبقى انت تربط للunauthorized access بالsecurity. تاني. تربط الunauthorized access بمين? بالsecurity. تاني مبدأ لازم اتوفر في الويب سايت. availability information and the system are available for operation. يعني ما اخشش الويب سايت. ادوس كليك على حاجات بتحصل كتير. الالكليك مش عايز تداز. الالويب سايت مهنج. يبقى الويب سايت available. هي من availability for operation للتشغيل. and used to meet entity objective. accessibility of information used. نقدر ندخل على الويب سايت ونشتغل من خلاله. processing integrity. ان المعلومات اللي فيه سليمة ما حطش انا الويب سايت المفروض يسحب خمسين جنيه. على ايه سحب خمسمائة جنيه بالcredit card. system processing is ايه. احفظها بكده. complete, valid, accurate, timely. and authorized to meet the entity objective. طب انا لما اشوف valid, accurate, timely مش عارفه بها ده الprocessing integrity. طب نزود اكتر. ما يحصلش error في السحب الرقم الفيز. ما يحصلش delay تأخير. ما يحصلش omission حسف. unauthorized or inadvertent manipulation. هنا مش unauthorized access. لا. unauthorized manipulation يعني تلاعبات. ما يحصلش تلاعبات في القيم. خلاص? افصل بين كل واحد والتاني. الويب سايت في مبدأ اسمه confidentiality السرية. information designed as confidential is protected to meet entity objective. عارف يعني ايه؟ يا محاش حط بياناته عليه ويلاقيها مش بقى اتسرقت. لا. البيانات استخدمت في حاجة اخرى. الامانة. to protect information designed as a confidential from its collection or creation to final disposition. لازم تحافظ على سرية البيانات. مش تأمنها. بصفهم. security ان ممكن hacker يخش ياخدها. انما confidentiality. مش شرط hacker. ان انت تاخد بيانات العملة والموظفين عندك او تبقى معلنة على اي حتة تانية. يبقى تعرف الفرق بين security availability processing integrity and confidentiality. نقرأ confidentiality تاني. information designed as confidential سري. protected to meet entities objective. او قدرتنا لحماية الinformation من مرحلة الcollection بتاعها من العميل الى الاستخدام بتاعها والتخلص منها بعد عمر طويل لو ما بنشتغلش مع هذا العميل. ايه المبدأ الخامس اسمه privacy. خد بالك من حاجة. الbravacy شبه الconfidentiality جدا. بس الbravacy بيتكلم في حتة معينة. personal information. زي الاسم. زي الصورة الشخصية. is collected used to meet entity objective. تحت انا هقولك ازاي تفرق بين الbravacy والconfidentiality اش هم تطلق باش. بس خد بالك من حاجة. الbravacy لوحدها. انا لسه ايلك من دقيقة وانا ببدأ الشرح ان من اهم البرنسبالز بتاعة الweb trust هي من الbravacy. فالدكتورة حتى شوية criterias اضافية خاصة بالbravacy عشان تتحقق. حماية ال personal information بتاعة الشخص. ليها 8 حاجات زيادة. خلي بالك منها. notice and communication of objective. تنقل المعلومات يبقى سليم. choice and consent. اختيار الشخص اللي هتوصل له معلومات الناس. collection طريقة جمعها. use استخدامها. retention الفترة اللي هنحتفظ بيها. disposal نتخلص منها ازاي. access مين اللي يدخل لهذه المعلومات. disclosure and notification مين نفسح عن المعلومات دي افرد كم فيه حكم يابا ولا حاجة. monitoring and enforcement متابعة التشغيل بيها واتخاذ قرارات في حالة اي مشكلة. quality ان احنا نحافظ على المعلومات دي بحيس انها تساعد في تقديم الخدمة بجودة اعلى. هتعرف كل واحد من دول معنى ايه? واحتياط يعرف دول. مع ان انا شايف انك ممكن بتتسألش فيهم بس اعرفهم. ممكن ايه تجي لك سؤالت شو ستقولك ايه? مين في دول مش من الكريتيريا بتاعت الـ privacy? all of the following are من criteria الـ privacy معادة كذا. خلاص? وتعرف الحاجات دي. الحتة اللي جاي دي بقى ابوس رجلك. امتحان. الـ privacy والـ confidentiality. ازاي فرق بينه? الـ privacy apply للـ personal information. معلومات شخصية الاسم رقم التليفون الانوان. الـ confidentiality applies to various types of sensitive information. مش شرط حاجات personal بس. ممكن تبقى حاجات مش personal. مش شخصية. انما حاجات sensitive. تعرضني المشاكل. فانت بص في الامتحان. لقيت personal اعرف انها ببرايبسي. لقيت sensitive اعرف انها بتكلم بشكل عام. اتس اوبجيكتف ادريس ريكوارمنت. ريجاردين كولكشن. يوز ريتينشن. ديسكلوجر مش عارفيه. of personal information. confidential information may include personal. يعني الـ personal حتة منها. as well as other information. such as بصوا بقى. treat سيكرتس. اسرار تجارية. حماية حقوق ملكية فكرية. الحاجات دي مش اسم ولا عنوان ولا رقم تليفون. صح ولا غلط? دي اسمها سرية بيانات العملة غير البيانات الشخصية بتاعت العميل. يعني البيانات الشخصية دي اسمك وعنوانك ورقم تليفونك. انما لما اقول لك انت شغل في انشطة ايه? مكسبك كان في الشهر? بتاجر في ايه? لا دي مش بيرسونال بس. عرفت الفرق بين الاتنين? يلا على البرج. كده احنا خلصنا الجزء التالي. طيب انا لسه اعيل لك حاجة. والحاجة دي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا سهلتها لك على قد ما قدر. احنا قلنا ان الخمس مبادئ عشان يتحققوا. لازم كل مبدأ الاوديتور يتأكد ان فيه معايير اتطبقت وحققته. باستثناء اللي حطنا لها شوية حاجات زيادة كمان. طيب. اه الفين وسبعتاشر في سنة 2017 حطوا كريتيريا نهائية لهم كلهم. اللجنة دي تحفظ اسمها. يبقى مين اللجنة اللي عملت المعايير اللي فصرت البرينسيبال? اللجنة دي اسمها الاسيك. اشوران سيرفز اكزيكيتف كوميتي لقضع الاي اي سي بي الامريكاني. الويب تراست سيرفز كريتيريا فيه وقت من الوقت وصلوا سبعتاشر كريتيريا كانوا في الفين وطلعتاشر وبعدين قعدوا يعدلوا فيهم. المهم انا اللي انا عايز اوصله لك كالقاتي. الكريتيريا دول انت تعرف التسع عنوين دول. تاني كمعنوان تسع. كل واحد منهم بقى جواحة جات توصلهم سبعتاشر. يعني هما انتوتا الممكن يوصلوا سبعتاشر كريتيريا عشان يحققوا الخمس مبادئ. اوعدتوه مني. انما هما انكيس هما ناين تايتلز اللي انت تعرف. انا كاوديتور بمسك كل برينسيبال من الخمسة. ااكد ان الشركة حققت الاول. الاساسي. كنترول انفايرومنت. فاكر البيئة الرقابية بتاعت نظام الرقابة. كومينيكيشن اني انفورميشن بين المانيشمنت وبعد. ريسك ادارة بتتابع تحقيق هذا البرينسيبال. ايه هي الاجراءات الرقابية اللي عملينها لحماية الخمس مبادئ دول. يبقى تاني انا لو مسكت اي مبدأ من الخمسة اللي فاتوا. اتأكد ان المانيشمنت عامل ايه لكل مبدأ؟ عامل كنترول انفايرومنت وريسك اسيسمنت وكنترول اكتيفتيز وكومينيكيشن اند انفورميشن ومونيتوريج. اللي هما الخمس اجراءات بتوعي الرقابة بتوعي سنة ثالثة. كمان الكوزو اللي عمل اجراءات الرقابة دي. زود حاجات يعني في حاجات تدعم الخمسة اللي فوق. حماية الاجهزة والسيرفرات بتاعت الويبسايت. المهندسين اللي بتصمم الويبسايت. ان الادارات لازم تتطور بشكل كبير. محاولة تقليل الخطر. مش بس تقييمه. لا نقلله. فانت تحفظ التسعة دول اللي هما يحققوا الخمس ايه مبادئ. طب اقولها لك بطريقة اخيرة. الخمس مبادئ. عشان الاوديتور يفحصهم. لازم يتأكد ان كل مبدأ المانيشمنت عملت له تسعة كريتيريا. تاني. الخمسة برينسبل. عشان اتأكد انهم اتحققوا. لازم اتأكد ان كل واحد فيهم اتعمل له تسعة كريتيريا المانيشمنت تطبقوا. طيب. بالنسبة للويب تراست سيرفز. هل لها قواعد زي الجاز والجاب والكلام ده? اه. في حاجة اسمها الاتستيشن استاندرد. في حاجة اسمها الاتستيشن استاندرد. زي ما فيه الاتستاندرد اللي هي الجاز. اللي بتحكم الانجاجمنت بتاعتنا بتاعت التراست سيرفز. طيب ايه هما? زي ما اخدنا معايير الجاز. هناخد معايير خاصة بالويب تراست. اولا الويب تراست هي التستيشن. ولما جوم يحطوا لها معايير سموها اكزاميناشن كمان. لانها بتغضع لفحص الويب سايت. يعني العمل المعايير دي وثيقة اسمها الاسس اي اي. ستيتمنت والمعايير اللي لازم تتوفر في الخبير اللي هيعمل الويب تراست. تلات كاتيجوري زي الاودت. جنرال ستاندرد. فيلد وورك ستاندرد وريبورتين ستاندرد. يلا يا اوديتور. مش حاولي يا اوديتور. يلا يا خبير يلا هتعمل الويب تراست. ايه هي الصفات الخمسة الجنرال الشخصية بتاعتك? تدريب واحتراف. اديكويت نوليج عن الويب سايتس. السبجيك تماتش. سيوتابلتي عند ايفليبليتي وف كريتيريا. ابقى فاهم المعايير اللي حقارن بيها اللي اشترح حملك فوق. اندبندنس. محدش يسيطر عليها. ديو بروفشنال كير. العناية المهنية. نفس كلام القضل. طب في الوورك وانا بجمع الادلة عن الويب سايت. الموضوع مش عشوائي. هعمل بلان خطة. واشرف على المساعدين اللي معايا. عشان اجمع سفيشانت ابروبريت افدنس. طب وفي الاخر حكتب تقرير. التقرير في الاتي. ايه هي الاسيرشنز للدعاءات اللي المانجمنت قالها على هذا الويب سايت. طبعا هيقول انه جميل وكامل وكل حاجة ارقمها سليمة والافصاحات كاملة. ايه هي الاسيرشن دي. ولازم تبقى ما يغيروهاش كل سنة. فاكريين مبدأ الكونسيستنسي بتاع المحاسبة. عشان يبقى فيه كريتيريا قدر اقارن بيها. ايه هي العيوب اللي في اجراءات الرقابة اللي انا شفتها عندهم اللي هنتقدها في التقرير. واخيرا انا بقى فاهم الويب تراستي سيل اللي انا هعمله ده. ده مش مضمون طول العمر. انت فاهم يعني ايه? يعني انا بضمنه سنة. والسنة دي ممكن يتلعبوا فيها. فاروح اطلع عنهم. فانا هنا بقول ايه? ان تبقى لمعايير الريبورتنج. ان هذا التقرير وهذا السيل الشعار اللي انا حق تمبيه الويب سايت. مش معناه possibility of update الريبورت ده for future circumstances. ده مش مش معناه انه هو مدى الحياة كده. ده لان انا قلت لك كل اتناشر شهر حنعدل الامور. اخر حاجة في الدرس ده. وكده ابقى خلصت تلتين منهج دكتورة صفا. يلا بيم. بغد النظر ان لو الويب سايت سليم ان شاء الله حنحط لهم السيل الشعار عليه. لكن فيه تقرير لازم يتكتب ويبقى موجود ويقدم الى الستيك هولدرز. كلام كتير اوي 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 كان في السلايدز في الحتة دي والفرق بين التقرير الامريكاني والتقرير الدولي. زاكر اللي بقولك عليه ده وانت ساكت. ايه هي الالمنت بتاعة الريبورت بتاع الويب تراست. تمنع عنوين اعرفه. واغسم بالله خدتوا الكلام ده في الاودت. تبقى لازم في كلمة ادريسي موجه لمين? للبي او دي مجلس الادارة والويب سايت فيزيتر. مش هحفظه لك. بس اعرف لي ايه اللي فيه. عشان في الانتحان هتسألك ايه فين? ايه فين? اولا لازم تكتب في البراجراف الافتتاحي ان دي عملية يعني ده فحص تم للويب سايت. ولازم تقول ان اللي تفحص ادعاءات المانجمنت عن الويب سايت ده. ولازم تقول ان انت فحصت الويب سايت عن الفترة من الى. او مسؤول من الشهور كذا الى كذا. ولازم تقول الفرق بين المانجمنت ريسبونسبوليتي ان هو اللي عمل الويب سايت والاوديتور dibse بفحصه. ده في الانتروداكتوري, اقسم بال för Bock الواديت. اللي سكوب اشتغلت ازاي? بتقول اسم الروفشنال ستندردز اللي انت طبقتها. اللي هي الاي اي سي بي اي 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 اي. بتقول ايه البروسيدجرز اللي اتبعتها في الفحص. اللي هي مش عليك. فكك. بتقول وبتحط ستيتمنت، زيد ان الايكزامينيشن ده بيدي ريزونابل بيز اس, مش absolute basis لرأيك لو في مشاكل لقيتها بتحط حاجة اسمها inherent limitation وأحيانا بنضيف حاجة اسمها basis for qualified opinion بس خلينا بس نمشي طبيعي ايه ال inherent limitation of control دي ايه العيوب اللي انت شفتها في اجراءات الرقابة على الويب سايت control may not prevent or detect and correct error or unauthorized access to system and information future conclusion may be change it according to change the system انت بتقول ايه ان طبيعي اي اجراء رقابة ليه عيوب جوهرية لكن عيوب الجوهرية دي فيه منها اللي بيتقابل وفيه منها اللي بيترفض وبيتغير على مدار الوعي طيب انا بقى كاوديتور رأيي في الويب تراستر ما فيش غير نوعين من الاراء يتقبل الويب سايت وتمنح الويب سيل يتتحفز على الويب سايت يعني قرار نظيف يكواليفايد متحفز ما فيش ايه حاجة تانية باش لو هتدي انكواليفايد ده معنى ان المانجمينت تأسيرشن بريزنتد ان كونفورمتي متوافقة مع البرينسبلز الخامسة والكريتيريا التسعة طب بتكتب بتقولي مش لازم بتكتب بتقولي بس افهمه او السنة ايا كان مطابقة للويب تراست وكريتيريا وحيتم الاشوانس للويب تراست تسيل على الويب سايت اما لو في مشكلة حتتحفز يبقى المانجمينت تأسيرشن ار بريزنتد ان كونفورمتي with the trust service principle اكسبتها for one or more deviation فاكر منعية منعية الكلام الاودت ده المهم يعني ولازم تضيف حاجة اسمها basis for qualified opinion تقول ايه المشكلة اللي انت لقيتها والqualified opinion بتقول ايه in our opinion اكسبت معادة اللي انا لسه قيله في البيزيز ده انا بقبل الويب سايت معادة كم حاجة اللي انا متحفز عليه مفيش ادفرس مفيش الكلام ده هنا يبتقبل يبتتحفز على بعض الامور خلاص وللأسف بتقول لهم ان الويب trust seal would not be granted مش حقدر امنحه لكو طالما انا مديكو qualified في الاخر بتحط الامضة بتاعت ال audit firm اسم المكتب وبتحط ال date بتاع ال examination report شكرا